موسيقى حقك تركب ظهر الخيل يا أبو الأبطال بس لسه كل شيء بقوان أيوة كل شيء بقوان ودقوانه بقى عشان أفهم تعال يا أبو الأبطال قول أمك عايزة تفهمي إيه يا أمه أول هم حكاية الشمة اللي ظهرت لابني على غفلة ومن قبلها ومن بعدها حكاية التر لابيض اللي مرضتش يتقولي عنها أي حاجة ولو عرفت أخذ معاك فيها لحق ولا باطل إنما ابني يرجع لي في ودن وحلقة ذهب لا دي مش حسيبك غير لما تفهمني إيه حكايتها بالزبط وإيه فصلها وإيه أصلها يهمك ابنك يا فاطمة ولا عاوزة تسألي أسئلة كتير ملاش لازمة أسئلة لا بتقدم ولا بتأخر يهمني ابني طبعا يبقى تعمل اللي حقولك عليه من غير أسئلة كتير ابنك في عيون مترصداه من قبل لحظة بميلاده عيون نوياله على الأزية والشر والحلقة اللي في ودنه دي هي حرز معمول على اسم الله الحفيز علشان يحفظه ويحميه ومين اللي عمله الحرز ده؟ ومترصدين له ليه؟ يكونش حد من الله ومحفظنا الجن؟ وقلنا بلاش أسئلة كده مش هينفع أنا حقوه مامش لا خلاص خليك أنا مش هتكلم لحد ما أنت أتخلص كلامك خالص بس ونبي رسيني وفاهمني إيه بيحصل بالزبط؟ طول ما الحلقة دي في ودن ابنك هو في أمان بإذن الله وهي الحلقة دي حتبدل في ودنه طول العمر؟ لا شوية كده لحد ما يكبر ويشد حيله وساعتها أرى بنفسي اللي حبدلها له أحط له إعجاب يعلقوا في صدره وإحذري إحذري من هنا لحد ما يكبر أي حد يلمس الحلقة دي أو يمسها وهو بيلعبه خصوصا سالم والتحذير الأهم يا فاطمة إنك لا تاخد ولا تدي في الكلام اللي أنا دلوقتي مع أي حد ولو ده حصل ساعتها لحيبقى فيه طيرا بيضيح من ابنك ولا حيبقى فيه عبدالله الحطاب من أساسه ويبقى أنت اللي رميت ابنك في الهلاك بأيديك